اشتركوا في القناة قام السيد اللواء استدعت وزارة الخارجية السورية صباح اليوم السفيرة البريطانية المعتمدة في دمشق وابلغته قرار الحكومة السورية بسحب ثلاثة ديبلوماسيين من العاملين في السفارة البريطانية في دمشق وهم وطلاوة البيان ووصفه بالانقلاب لكن قطان يقول موسيقى 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 أيها السيدة والسادة تحية لحضراتكم موسيقى 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 ودعت المعارضة إلى القيام بهذه المظاهرة احتجاجا على الانتخاب موسيقى 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 اشتركوا في القناة أيها السيدات والسادة تتابعون الآن نتائج التقيق مرحباً وأهلاً بكم استقبل السيد الرئيس بشار الأسد في قصر الشعب صباحاً وستعترف أيضاً الأوساط الثقافية الكثير من السيد الرئيس بشار الأوساط الثقافية مقطع تقتل جمارك بدمشق بسلام الله نبدأ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية لا أنه جرى اشتباك مسلح عند الساعة السادسة إلى لبنان داع رئيس الحكومة اللبنانية عقد السيد ديتليف ميلس رئيس لجنة التحقيق الدولية اجتماعاً مع الدكتور رياض الدودي والمستشار القانوني في وزارة الخارجية اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلاً ومرحباً بكم معنا في حلقة جديدة ولقاء جديد من برنامج الخامس والعشرون أهلاً بكم إلى هذه الجولة الإخبارية ونبدأ بموجز لها أهلاً بكم مجدداً وكل عام وأنتم بخير أولى ملفات حلقتنا من بيروت فقد أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة فأصبحت أكثر إقناعاً في تقديم الأخبار أصبحت أكثر إقناعاً في تقديم الأخبار في تقديم الأخبارية أكثر إقناعاً في تقديم الأخبارية أكثر إقناعاً في تقديم الأخبار 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 أصدر السيد الرئيس أصدر السيد الرئيس أصدر السيد الرئيس أصدر السيد الرئيس مواطنوق قرية خرب ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موسيقى 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 اهلا بكم الى نشرة الاخبار نقدمها لكم من السورية نشرة اخبار البلد من السورية اشتركوا في القناة 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 اهلا بكم الى نشرة الاخبار من السورية وفي تفاصيلها ارتقى عشرات شهداء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة